من هو يزيد؟ في الواقع لا أطيل على المشاهد الكريم هذه القضية أولاً هذا هو يزيد في سير أعلام النبلاء وأنا أحاول أن أقرأ من كلماتي من هم على النهج الأموي يعني لا أذهب إلى أولئك الذين هم ماذا قد عندهم حالة مخالفة ليزيد لهو يدافع عمن الذهبي في سير أعلام النبلاء أول يمدح يزيد وبعد ذلك يقول فيه هذا الكلام في الجزء الرابع من هذا الكتاب صفحة سبعة وثلاثين انظروا هذه عباراته التفتوا جيداً قال قلت دي يبين من هو يزيد قال قلت كان قوياً شجاعاً طبعاً شجاعته كانت بماذا؟ بقتل الحسين واستباحة المدينة وبرمي ماذا؟ وبرب الكعب هذه شجاعته كان قوياً شجاعاً ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد وكان ناصبياً شيء لا يصدقه الإنسان أنه إنسان ناصبي وفي الحاشة الأرنؤوطي يقول من هم الناصبين؟ يقول الناصبي هم المنافقون المتدينون ببغض علي يعني يدينون الله يتقربون إلى الله ماذا؟ بالشتم علي وبغض بغض علي يا ليت فقط شتم بغض علي من أبغض علي فقد أبغض الله إن شاء الله نصوصوت سيأتي إن شاء الله في المطارحات في العقيدة لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق مع أنه يصر يقول وهم المنافقون المتدينون ببغض علي سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه جيد جداً إذن هو أولاً يمدحه يمدح يزيد يقول الشجاع ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة ثم يقول وكان ناصبياً فضاً غليظاً جلفاً يتناول المسكر إذن يفعل الكبار ما أدري ابن تيمية وقعاً يبايع مثل هذا الإنسان وقعاً يعني هل يوجد إنسان مسلم لا أقول مؤمن لا أقول عالم لا أقول شيخ الإسلام يتناول ماذا؟ يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره وخرج عليه غير واحد بعد الحسين هذا بيانات من؟ بيانات الذهب في سير أعلام النبلاء هذا مورد إذن ولهذا تجدون بأنه العلامة الآلوسي في روح المعاني من يصل إليه يقول لا إشكال في أنه منافق يزيد يعني لا يوجد ريب في أنه منافق هذا في تفسير الآلوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هناك في المجلد الرابع يعني في ذيل الآية 27 إلى 31 من سورة محمد يقول وعندي أن بغضه من أقوى على مات النفاق فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب علي أم كان يبغضه ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه أشد البغض وكان يبغض ولديه الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنا يعني لا يكون مجال للريب في هذا ومع ذلك الشيخ ابن تيمية يعتقد أن المنافق وأن الناصبي الذي يبغض عليا وأهل بيته هو الإمام الذي من لم يبايعه في زمانه مات ميتة جاهلية مات ميتة جاهلية طبعا فقط لا يجرى أن يقول على الحسين وإن كانت في كلماته إشارات إلى أن الحسين لم يبايع زيزيد فإن قلت اجتهد الجواب هذه قضية يلتفت إليها المشاهد الكريم نحن عندما نقول من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية لا لا يشمل حتى المجتهد المخطئ نعم يكون معذورا يوم القيامة فرق بين أن يكون مؤاخذ وبين أن يكون معذور ولكن يمو من لم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا هو الأمر الأول انظروا ماذا يقول في فتح الباري في فتح الباري في موردين لا أقل أنا أشير إليهما المورد الأول ما ورد في المجلد الثالث عشر صفحة تسعة وثمانين من فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني دار السلام الرياض هناك في المجلد الثالث عشر صفحة تسعة وثمانين انظروا ماذا قال له معاوية عندما ذهب من هذه الدنيا يقول إن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد قد وطأت أو وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز فإن رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فإني قد جربته وعرفت نصيحته قال فلما كان من خلافهم عليه ما كان دعاه فوجهها فأباحها ثلاثا أباح المدينة ثلاثا أن ينتهكوا ما يشاءون وأن يقتلوا ما يشاءون وصية من معاوية بل مهدت وصية من معاوية من معاوية لابنه يزيد ويزيد قال له أباحها ماذا له ثلاثا فأباحها ثلاثا ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وبحثه سيأتي هذا مورد المورد الثاني في الجزء الثالث من فتح الباري في شرح صحيح البخاري هناك في صفحة مائتين وستة وعشرين أيضا في فتح الباري أنا بيودي أن المشاهد الكريم ينظر من يقول من هو له ميول واضحة إلى النهج الأموي يعني مو معاديد يكتب عن يزيد هذه القضايا وإنما ماذا نعم الفتح الباري أي جزء سمع الجزء الثالث الجزء الثالث صفحة مائتين وستة وعشرين الرواية يقول لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت فلان إلى أن يقول قلت يوم الحرة قتل فيه من الأنصار ما لا يحصى عدده فقط من الأنصار من الأنصار ونهبت المدينة الشريفة مدينة رسول الله اللي الآن لو أحد يتكلم بكلمة فيها إهانة لمدينة رسول الله يقام عليه الحد بل قد يدعى أنه كافر وماذا ويقتل ولكنه يزيد لما فعل هذا الفعل لما كان يزيد إذن لابد ماذا هو أمير المؤمنين له الحق أن يفعل ما يشاء يقول ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف ثلاثة أيام لم يقول استبي حواين كان في النص الأول قال ماذا ثلاثة أيام وكان ذلك في أيام يزيد أيضا شوفوا شون يلطف العبارات ما يقول أن يزيد أمر معاوية أمر يقول كان ذلك في أيام يزيد التفتوا جيدا التعبير تشوفون شون يرد لطفل لأنه يعلم بأنه من يأمر باستباحة المدينة أساسا هذا مؤمن أو ليس بمؤمن يمكن أن يقال أنه أساسا شم رائحة الإيمان لا يرى أي حرم لرسول الله وليس فقط لأي شيء لا لمسلمين ولا لرسول الله ولا ولا إلى غير ذلك هذا همات يا نمور أما العبارة الأهم في تاريخ الإسلام للذهابي أنا هذه هذه العبارات بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا أولا في المقدمة ينقل يقول قال الواقدي أنه يا قوم أنه واجتمعوا على عبد الله بن حنظل وبايعهم على الموت قال يا قوم اتقوا الله فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا النرمى بالحجارة من السماء إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات هذا فسق وفجور إمام ابن تيمية هذا هو الإمام الذي يعتقد به من؟ ابن تيمية ويرى أن من لم يبايعه مات ميتة جاهلية ويشرب العجيب هنا أنا هسان أحمله على الخطأ المطبعي ويشرب الخل مع أنه كل النصوص في طبقات ابن سعاد وهي الخمر ملامت ولكنه هنا متبدلها صايرة الخل والخل هذا ليس إذا كان الخل فليس عيدا لا أعلم هسا أقول لعله غطأ مطبعي وإلا كل النصوص تقول ماذا ويشرب الخمر والمسكر ويشرب الخل اللي هي في اعتقاد الخمر ويدع الصلاة إلى آخره يدع الصلاة تارك الصلاة تارك الصلاة هذا يفجر وينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات هسا أنظروا ماذا فعله يقول هذه في صفحة 27 من تاريخ الإسلام للذهبي المجلد الخامس يقول وروي عن مالك ابن أنس قال قتل يوم الحر من حملة القرآن السبعمائة فقط من حملة القرآن من حملة القرآن قتلهم من قتلهم جيش أمير المؤمنين يزيد بن معاوية الذي يعتقد به من الشيخ ابن تيمية ومن هو على نهجه طبعا يكون في علمكم أنا بودي كان بأنه أأتي بالكتب التي تدافع عن معاوية وعن يزيد وعن إمامة هؤلاء وأن من لم يبايع مات ميتة جاهلي هذا النهج إلى يومنا هذا بدليل أنه أفعالهم أيضا تدل على قلت ولما فعل يقول ذهبي ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل وقتل الحسين وإخوته وشرب يزيد الخامر إذن تبين وارتكب أشياء منكرة بغضه الناس وخرج عليه غيره واحدا واللطيف أن هذا المعنى الذي أشرت إليه يعترف به الشيخ ابن تيمية نفسه الشيخ ابن تيمية في المجلد الثاني صفحة 365 هذا عندما أقول مجلد الثاني يعني طبعة منشورات محمد علي بيضون من هاج السنة المجلد الثاني صفحة 395 يقر أنه أباح المدينة ثلاثا يقول فأرسل إليهم مسلم بن عقبة وأمره إذا ظهر عليهم التفت العبارة وأمره يعني يزيد أمر من؟ مسلم بن عقبة وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام واصل واضح كان عنده هناك حقد دفين حقد الأمويين حقد أبي سفيان حقد معاوية كان كله متجسدا في من؟ في يزيد ولهذا يبيح المدينة لماذا لا بد من إباحة المدينة؟ نعم لو تسمعتم تعيدون الصفحة صفحة تعيد الصفحة 365 من المجلد الثاني من منهاج السنة طبعة محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان هناك يقول وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام جيد الآن اللطيف هذا الآن أنه هنا بعد ما أباح المدينة وفعل ما فعل الآن أرجع إلى تاريخ الإسلام للذهب في صفحة 29 ماذا يقول؟ جيد في أي جزء سنة؟ في الجزء الخامس يعني في تاريخ سنة في تاريخ 61 إلى 80 نعم في تاريخ الإسلام للذهب يقول الآن دخل مسلم بن عقبة المدينة قرأت عقبة يقول الضبط ما لعقبة دخل مسلم بن عقبة المدينة ودع الناس إلى البيع على أنهم خول عبيد عبيد هذا هو أمير المؤمنين ليس عبيدا لله عبيدا لله لا 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 يحكم في أهلهم ودمائهم وأموالهم ما شاء أولى بهم من أنفسهم بل حتى قتي بابن عبد الله ابن زمعة وكان صديقا ليزيد وصفيا له فقال بل أبايعك على أني ابن عم أمير المؤمنين يحكم في دمي وأهلي فقال اضربا عنقا لا يكفي أنه لا بد أن يقول عبدا عبدا الرواية تقول فوثب مروان ابن الحكم فضمه إليه باعتبار أموي نعم والأموي وصديق يزيد بل 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 يقول مسلمك فقال مسلم إما أن تتنحى يا مروان وإلا فاقتلوهما معا لا بد أن يقول عبد فتركه مروان فضربت عنقه وهو صديق يزيد وهو صديقه وابن عمه وإلى لأنه لم يقل باعته وهذا المعنى بشكل واضح وصريح عجيب وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا يشير إليه من؟ يشير إليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لا يقول لنا قائل بأنه لا ابن حجر العسقلاني هذه عبارته يقول ثم دعاهم في الجزء الثالث عشر صفحة تسعة وثمانين ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته لابد هكذا أخذ منهم البيعة هذا أمير المؤمنين عند النهج الأموي وهذا الذي مع الأسف الآن مالد أدخل في البحث السياسي وهذا الذي أنتم الآن تجدونه في جملة ماذا؟ من البلدان العربية والإسلامية إما بالروح بدأ من نفديك وإما خلاص وإما وإما وأنه لا بد أن يكون عبيدا لأمير المؤمنين ولولي الآمر فعل ما فعل شرب الخامر الظلم قتل فعل ما فعل هذا هو طبعا يكون في علم المشاهد الكريم لا يقول قائل بأنه علماء الحاضرين لا يقبلون هذا المعنى ويصرحون بهذه المعاني انظر إلى كتاب مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد عبد الوهاب الذي هو من التلاميذ الصغار لابن تيمية هذا الرجل الذي حاول بمقدار ما يفهمه من الشيخ ابن تيمية ماذا يفعل؟ يحاول ماذا؟ أن يردد كلمات ابن تيمية انظر ماذا يقول في يزيد يقول واستخلف معاوية ابنه يزيد فأول ما جرى في صفحة ميتين وخمسة وثلاثين فأول ما جرى في أيام يزيد مقتل الحسين وأهل بيته في يوم عاشرة ثم بعدها جرت الحرة العظيمة بالمدينة قتلوا أهلها وأباحوها ثلاثة أيام يعني هو لا يمكن أن ينكر كل الكتب ترويه لا معمو دكتور إذا تعذرني وإن كان الوقت انتهى ولكنه لا أنكرها بعض المتعصبين أنكرها بعضهم أنا إنما قلت هذا لأنه أريد أشير إلى منكار بعض المتعصبين انظروا هذا كتاب السنة للخلال دراسة وتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني دار الراية للنشر والتوزيع هناك الطبعة الثالثة الرياض الربوة طريق عمر بن عبد العزيز انظروا ماذا يقول هذا المحقق الزهراني نعم يقول قلت في صفحة خمسمائة وواحد وعشرين نعم في الحاشية يقول قلت أي وقعة الحرة أما الاستباحة فلا أصل لها يعني هذا الدفاع مسلمي يعني أنتم انظروا ينكر الواضحات لا التفتوا أما الاستباحة فلا أصل لها بل هي مختلقة من صنع أبي مخنف الشيعي الرافض أنه إباحة المدينة لم يكن هذه من اختلاقات ماذا؟ من أكاذيب الشيعة هذه وهذه كتبهم تصرح بأنه وأخرهم الشيخ محمد عبدالله أباحوها ثلاثة